طيب خلينا نتكلم شوية عن الاسم والاسم كمان ملفت قوي انت تشرق انت تضيق بزاق اسم فيه تفاؤل اسم فيه حاجة بتفرح كلميني شوية عن الاسم واختيارك للاسم ومدى علاقته بالمحتوى اللي حدرتك قدمت سي العنوان بيقوى مهمة جدا أكيد ومش فالعنوان مش مهمة ان يكون العنوان بيبان يقولك الكتاب بيبان من عنوانه طبعا أنا بالنسبة لي مش مهمة قوي الكتاب بيبان من عنوانه وبقدر ان العنوان ممكن يكون مجاز عن الكتاب نفس يعني ما بتهتميش قوي ان يكون العنوان بيحكي عن القصة اللي جوه بس مهم ان هو يلفت الانتباه بالضبط انت تشرك انت تضيق هي ترنيمة او صلاة الاله رع وصلاة الاله رع عند القدماء المصريين هو اله الشمس فطبعا ده في ارتباط كبير لو حنقول ان كان فيه طبعا انا بتكلم عن مصر القديمة خدماء المصريين التاريخ الحبقى الرومانية فكان فيها طبعا معابد كان فيها صلوات بتوقام كان فيها حاجات كتير فكانت انت تشرك انت تضيق هي الترنيمة اللي هي قادة بطلة الرواية في الزمن القديم والحديث كمان شروق الشمس الضياء النور جديد حياة جديدة مختلفة عن قبل كده فلاقيت ان ترنيمة اللهراء انت تشرك انت توزيق هي حاجة مناسبة جدا جدا لموضوع الرواية لا اسم كله تفاقل حياة واسم يعني ملفت جدا زي ما قلت في البداية